منا فقرة معاك ولا عليك هاعرض لك شوية سوا وهتقليلي اللي موجود في الصورة ده معاكي ولا عليكي ووجهة نظرك الشخصية في الصورة اللي هتشوفيها طيب اول صورة معانا استغفر الله العظيم يا رب بس كده ليه استغفر الله العظيم ليه بوسي انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص عشان انا لو اتكلمت ممكن اقول كلام مش لاطي فمش عايز اغلط ليه قلت استغفر الله عظيم خلاص انا قلت استغفر الله عظيم كده بتشوفيها ازاي من وجهة نظرك لا مش عايز اشوف خدي الصورة اللي بعد قلت استغفر الله عظيم كده اشوفي الحالة ازاي الحالة نفسها بعيدا عن الشخص اللي حاصل ده نعمة قوي خش يا الصورة اللي بعدها نعمة حقيقة ولا نعمة عميرة خلاص نعمة حقيقة طيب الصورة اللي بعدها عبلا كان سبت الناس كلها هذي معي طبع انت اشتغلت معاها اخر عمليني انا عملت معاها سلسل الدم كله طبعا يعني من انجح الاعمال التي عماني هي كانت مريضة فعلا احنا عايزين نتعاق عليها كانت عابلة من أجمل ناس ممكن تشتغلي معي وكانت دايماً طول الوقت تتكلمني على موضوع الجواز نهاية نفسها تتجوزني بأي شكل بتحبني جداً 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 وأنا بعشاقة بتطميني عليها؟ للأسد معها تليفون غريب قوي الموضوع ده غريب مش هحدش عارف يوصلها أبداً نحن نتمنى أنها تكون بخير وأنها تكون قويسة إن شاء الله بإذن الله تبقى زيل ونحبها كل الناس تحب عابلة كامل نقولها كل سنة وحضرتك طيبة نتمنى أن نتطمن عليك وانتي دايماً في قلوبنا ستورة اللي بعدها عمد محمد عاصم محمد السكي عاصم معك أو عليك؟ لا معي معي ترى كيف من وجهة نظرك؟ ناجح طول الوقت ما شاء الله اختياراتي في الأعمان فضيعة على فكرة دمه خفيف جداً على المستوى الشخصي نعم نعم الصورة اللي بعدها فرو الفشاوي الله يرحم الله يرحم أكثر حد وقف جمب بدايته خالص فرو الفشاوي كنت لسه في البداية وهو اللي جريلي في طلاقي على فكرة يعني الناس اللي جريلي في طلاقي هو اللي ساعدك في الطلاقي يعني فرو الفشاوي ساعدك في الطلاقي وقف جمب وأول ما بدأت أشتغل وقف جمبي كتير كتير ومش قادر أقولك وقد إيه جدع؟ كل ناس بجد بجد وراجل قوي قوي جد وطيب جداً جداً مش هزارة كان بيحبني قوي وأنا كنت بحبه جداً جداً يوم ما توفى وعملوا اللي عزة حتى ما كنتش في مصر دايت جداً بقين مش عارفة عارفة تحسي إن حد من عالفك توفى ايه هو دا اللي حصل شفتي فيه الأب اللي انت تحرمتي لله كان أب وكان أخ كان صديق مش قادر أقولك أي حاجة أنت عايزها تلاقيها في الرجل دا تفتكري إيه كان بيقوله لك؟ تفتكري إيه نصيحة كان بيقولها لك؟ بصي وكان دايماً فيه حاجة أنا كنت دايماً بعملها وانا بصور كنت بعم معامو صلصن هو وأستاذ سامير غانم الله يرحم الله يرحم الله يرحم فيه الأثنان كان أخيه أستاذ محمد خار أنا كنت ما بعرفش بص يعني بعرفش بص الكاميرا لازم وانا بكلمك لازم ما بصت كده ها كان دايماً يقولي بلنا أنت وشك حلو وعنيك بشكلها حلو قبل ليه؟ ترديش تبصي في وش الممثل اللي قدامي طول بتكسف قال لي لا من فعل قال لي البريادة اللي بقى حلوة عنده كل حاجة حلوة في وش لازم يبينه صح وأنت ممكن تمثلي بعنيكي أكثر وكان دايماً هو اللي بيعلمني الموضوع وخدتها منه نصيحه بقيت تتضرب عليها في البيت كنت صغيرة هل أعلمك بحبتي من المتقصودي؟ لا لا أنا فاروق الاخشاب بالنسباني كان أب و أخ جداً بعشاقه فعلاً حقيقي هل يمكن جميلة من المتقصودي؟ فقدي حائية